إلى ذلك هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام واليمن والبركات وفي بياننا أكد شيخ الأزهر أن هذه المناسبة العطرة ستظل رمزا للتضحية والفداء والامتثال الأمر الله عز وجل ودع المسلمين لإحياء هذه المناسبة المباركة بتعظيم شعائر الله والتقرب إليه بالطاعات والعبادات والأعمال الصالحة